يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة أيامنا كلها بحمد الله احتفالات وأعياد شعب مصري في الشوارع سعيد اليوم عيد القيامة المجيد كل سنة وكل الشعب المصري بخير قدامنا دلوقتي قداس عيد القيامة برئاسة البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية وبطرياركا الكرازة المركوسية كل الناس فرحانة كل الناس سعيدة يا رب قطر أفرحنا يا رب دايما في سعادة الشعب المصري أنا عايز أقول لكم وأنا ميش في الشارع الناس كلها مبسوطة اللي مبسوط رايح يتصحر اللي مبسوط رايح القداس عشان العيد كل الناس مبسوطة الشعب المصري النموذج النموذج الكلام ده ما تشوفوش في أي حتة في الدنيا في أي حتة في العالم كل الناس بتحتفل مع بعض كل الناس بتحتفل مع بعض بنتكلمش على قديان بنتكلم على احتفالات بنتكلم عن أعياد بنتكلم عن سعادة بنتكلم على روح بنتكلم على ترابط كل الناس بتهني بعض كل الناس بتهني بعض النهاردة بتعيد على أخوك المسيحي بتقول لكل سنة وانطيب ومناس بتعيد القيامة بكرة هتقول لأخوك المسلم كل سنة وانطيب لعيد الفطر السعادة وأعياد والميزة فيها الميزة فيها إن إحنا في الحالتين كلنا بنقول لبعض كل سنة وانتوا طيبين كلنا بنحتفل كلنا مبسوطين كلنا سعداء كل سنة وكل الشعب المصري طيب وبخير يا رب دايما وبمناسبة عيض القيامة المجيد طيب حلقتنا بدايتها تخص النادي الأهلي واللي عمله النادي الأهلي مبارح وسعوده لنصف نهاء دوري أبطال أفريقيا الأهلي كبير القارة كبير القارة الاسم الكبير شخصية النادي الأهلي قدام الرجاء المغربي على ما لعبه الممتلئ بالجماهير اللي كان عندها كل الحماس في هذه المواجهة النادي الأهلي يدخل فيه هدف مبكر يقدر يجيب ضربة جزاء تضيع بعد مضاع ضربة الجزاء يسجل هدف برقصية رائعة لمحمد عبد المنعم ظروف المباراة أكيد كانت ظروف صعبة كان فيه مشاكل فنية في الملعب وارد كان فيه بعض الأخطاء من مسماني في التغيرات وارد بس انت ترجع وتشوف النادي الأهلي مستو العظيمة يلعب كويس ما يلعبش كويس يلعب بأحسن أداء يلعب بأداء أقل منه هو النادي الأهلي لما الأهلي يخش الكارة الأفريقية يبقى هو البعبة البعبة الوحيد هو اللي يكسب أي فرقة يلعب مع أي فرقة في أي حالة هيقدر يكسب ويصعد الآن النادي الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الثالث على التوالي وارد جدا يفوز بهذه البطولة للعام الثالث على التوالي وارد جدا خاصة بعد خروق فريقين في منطقة قوة هما التراجي وصندونز من البطولة الفرصة سانحة أمام النادي الأهلي ليحقق لأول مرة في التاريخ أول فريق في التاريخ يحقق ثلاث ألقام متتالية في بطولة دوري أبطال أفريقيا وارد جدا النادي الأهلي يعمل مش هسرح أوه في الأمور الفنية مبارح بس عندي ملحوصتين الأولى بيتسو موسيماني بيتسو موسيماني ماينفعش مخلوق مشجع في مصر وخارج مصر مشجع للنادي الأهلي أو مش مشجع للنادي الأهلي يقول إن الراجل ده مش ناجح لقدر الله لا لا راجل ناجح جدا راجل قوي جدا راجل أفهم شغله كويس جدا ماينفعش تقول على مدرب كاسباني اتنين دورة أبطال أفريقيا واصل لمركز التالث في كاس العالم الأندية مرتين ماينفعش تقول على مدرب عمل إنجازات عديدة مع النادي الأهلي فترة قال إيه إنه مدرب مش ناجح بس مش عيب إنك تشاور تقول لا لا التغييرة دي ما كانتش مظبوط الطريقة دي ما كانتش صح ده اللي حصل تقريبا في الشوت التاني الشوت التاني تغييت أي من أشرب بحسين الشحات كل الناس هنا بتفرج على المباراة فاتح تبقها وهيت إيه ده هو عمل كده ليه هو بيتراجع أو كده ليه رجاء فرقة مش قوية آه رجاء اسم كبير في القرية الأفريقية ولكن الفرقة الحلية للرجاء مش قوية جدا يعني لأهلي أفضل أفضل بفارق شاسع يعني مش فارق قليل فأنت ليه تتراجع قوي فالناس اتضيقت واحد تغييراتك أثناء المباراة بعد هذا التغيير كان عليها كثير من علامات الاستفام أبرزهم طبعا صراح محسن ليه صراح محسن اللي بقاله أكتر من أربع شهر ما بيلعبش يلعب مباراة صعبة وفي ظروف صعبة زي دي فالتغييرات غريبة لما حبي يعدل مرة أخرى لما محمد عبد المنعم خد إنزار وخرج محمد عبد المنعم ولعب مرة أخرى بتلاتة أربعة تلاتة كان التغيير بسبب إنه فيه لعب عنده إنزار ودي برضو علامة استفهام ومش كل لعب يبقى عنده إنزار المفروض يخرج هي دي طريقة موسيماني شفتوها قبل كده مع عيمن قشف شفتوها مع اليو ديانج وشفتوها مع حمدي فتح وشفتوها مع محمد عبد المنعم أخيرا أي لعب بياخد إنزار بيقلق موسيماني يقول لك ويخرج بس ده مش المنطق وده مش الطبيعة دي النقطة النقطة الثالثة إنه تغيير طريقة اللعب كتير مش حاجة مستحبة ومش حاجة موجودة في العالم كله منفعش ألعب مباراة 4-2-3-1 ألعب مباراة اللي بعدها 4-3-3 بعد كده 3-4-3 وممكن نلعب 4-2 التغيير الكتير في طريقة اللعب أكيد بيلبخ أي لعب بيلغبطه بيلغبطه ليه عشان حالكم تبقوا فاهمين برضو اللي بيحصل في التدريبات كل لعب في مركز معين بيبقى ليه مربعات في الوحدات التدريبية في التمرين بيشتغل عليها أماكن مساحات معينة بيشتغل عليها لما أنت كل شوائد غير له المساحات دي بيتلغبط يا بير ستاة ومرة جنيح مرة مهاجم حمدي فتحي مرة يلعب وراء في التلاتة ومرة يلعب قدام في 4-3-3 في نص الملعب حسين الشاحات يمين حسين الشاحات الشمال طاهر محمد طاهر يلعب جنب بيرستاو مهاجم ولا يلعب كجناح تغييرات كتيرة في العناصر وفي طريقة اللعب دي نقط يعني ممكن تحط عليها إيه علامة بس لكن ده مش ضعف للنادي الأهل مش أزمة مش مشكلة مش مدرب سيء طبعا بيتسو مسماني طبعا مدرب كبير وعظيم طبعا بس لما بنقول الكلام ده بنقوله ليه عشان حضرتك نفسك لما لقدر الله بيتسو مسماني يخسر مع النادي الأهلي ولا يبقى فيه مشكلة ونتلع نقول إن النهاردة كان فيه حاجة غلط هتيجي تقول إيه آه هو عشان يتغلب بتقول كده ولما كان بيكسب ما كنتش بتقول كده لا احنا بنقول في المكسب قبل الخسارة عشان احنا شايفين إن النادي الأهلي دايما هو كبير الكارة هو أهم فريقه في الكارة مش بنقول كده عشان هو ممثل مصر لأ احنا بنقول كده عشان كورة وفنيا على مستوى اللاعبين وعلى مستوى الجهاز الفني أفضل مدير فني في الكارة الأفريقية اللي قاعد على الدكة بره ده انت أفضل من كل اللي موجودين فلما تنزل أي مباراة ذهاب أو قياب على ملعبك أو خارج ملعبك تلعب بمنتهى القوة زيك زي مانشستر سيتي هو مانشستر سيتي مثلا في أوروبا أو الليفربول لما بيلعب في أرضه أو خارج أرضه بيعمل إيه بينزل فارج سيطرته على أي فريق بيهاجم من أول دي هو اللي بيضغط حتى لو بيلعب في أي مكان في العالم مش لازم يلعب في إنجلترا ده الأهلي ده تصورنا في الأهلي بس هرجع تاني لأهم نقطة النادي الأهلي في أي ظروف بيقدر يكسب ودي شخصية النادي الأهلي دي شخصية النادي الأهلي اللي مش هتلاقيها في أي فريق فكهارة شخصية النادي الأهلي إنه النهاردة مش كويس بس شخصيتي واسمي وتاريخي والتيشرت اللي أنا لابسه كلاعب هتخليني أكسب هذا المواجهة ده النادي الأهلي دي نقطة النقطة التانية وأنا سيبها لوحدها عشان أنا معجب معجب جدا بمحمد الشناوي اسمي كبير وعظيم في تاريخ النادي الاهلي هتقول لي ماشي هو لعب عظيم طبعا بس يعني ليه حطه في جزء الواحده ليه عامل له توبك لوحده موضوع لوحده عشان محمد الشناوي مش مجرد حارس مرمى رائع هو قائد حقيقي للنادي الاهلي هو قائد حقيقي انا اقدر اقول من دلوقتي على حكم عشريتي للنادي الاهلي على مدار تاريخه والكرة المصرية على مدار تاريخه على التاريخه اللي انا عشته يعني واحد من افضل الكباتن اللي جون في تاريخ النادي الاهلي واحد من افضل الكباتن اللي جون في تاريخ النادي الاهلي مبارح كان قيادة كبيرة في الملعب تهدئة للاجواء في الملعب قبل المباراة تصريحاته الزكية المحترمة اللي بيقول فيها ان المباراة بين 11 اللاعب و11 اللاعب وانه الرجاء المغربي والشعب المغربي استقبلوا النادي الاهلي افضل استقبال عشان يهدي الاجواء يهدي الوضع ده القائد ده اللعيب القائد ده اللعيب النموذج اللي نحب نشوف كل اللعيبة شبههم ده محمد الشناوي حط بقى استفاته الشخصية دي على جم تعال بقى على استفاته الفنية محمد الشناوي في ظروف كتيرة ممكن النادي الأهلي يواجه فيها بعض الصعوبات في أرض الملعب هو سمام أمان رائع دائما فرستين تلاتة جمعة النادي الأهلي مبارح في منتهى الخطورة محمد الشناوي موجود ما تقلقش إلعب مش قوي بس محمد الشناوي موجود محمد الشناوي يقدر محمد الشناوي هيعدني محمد الشناوي هيمنع الكرة تدخل المرمى كل التحية لمحمد الشناوي بالتأكيد التحية الأكبر للنادي الأهلي واسم النادي الأهلي وتاريخ النادي الأهلي متفائل جدا أن النادي الأهلي يفقوز بالبطولة الثالثة على التوالي في دوري أبطال أفريقيا بهذا الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني المدرب الكبير وهؤلاء اللاعبين الرائعين اللي هم أفضل تشكيلة ما بين كل الفرق اللي موجودة في دوري أبطال أفريقيا فنيا ورقميا ممكن بقى تلف وتشوف كل حاجة وتعرف أن النادي الأهلي هو أفضل فريق مش بنقول كده عشان ما نتحدث عن ممثل مصر فقط ولكن نتحدث فنيا أنه الفريق الأفضل في هذه البطولة مرة أخرى بنهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد القيامة المجيد يا رب دايما أفراح ويا رب دايما سعادة عند كل الشعب المصري أمامنا الآن قداس عيد القيامة المجيد بلئاسة البابا توادرس الثاني موسيقى اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة